بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صلاةً وسلاماً دائمين متلازمين عليك سيدي يا رسول الله صلاةً دائمةً بدوام ملك الله أيها المشاهدون الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته في تاريخ الإسلام أحداث جسام يستوقفنا عندها الزمن لنستلهم العبرة ونستوعب الدرس وفي كل عام تقرأ أمة الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها حادثة الإسراء والمعراج فنرى جسوراً ممتدة بين ماضينا وحاضرنا وفي الإسراء يستوقفنا برقية وفي المعراج هدية أما برقية الإسراء فنصها في كتاب الله مكتوب قال ربنا سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله ولنا هنا سؤال من الذي أسرى ومن الذي أسري به الذي أسرى إنه خالق القوى والقدر الذي لا تحتاج قدرته إلى تفسير وأسباب فهو سبحانه وتعالى خالق الأسباب ومسببها سبحانه وتعالى والذي أسري به هو حبيبنا وشفيعنا صلى الله عليه وسلم الذي شعر يوماً بهوانه على الناس فلم يلجأ إلى عبيد الأرض وإنما جأر بالشكوى إلى الله تبارك وتعالى أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكيلني هذا هو الذي أسري به إنه حبيب رب العالمين صلوات ربي وتسليماته عليه لما جأر بالشكوى إلى الله فالله عز وجل سخر له قوانين السماء وقوانين الأرض وطوى له الأرض فأسري به وأسرى به ربنا تبارك وتعالى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ويبين ربنا تبارك وتعالى بعدها قوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير هذه هي برقية الإسراء أما هدية المعراج فهي الصلاة لتكون معراج لكل مؤمن حين تنحط به شهوات الدنيا ونزواتها فيعرج العبد لربه بركعات يركع بين يدي ربه تبارك وتعالى يسجد لربه تبارك وتعالى خضوعا وإنابة وتوبة ورجوعا إلى الله عز وجل برقية المعراج هدية المعراج كانت هي الصلاة هدية من الله عز وجل لهذه الأمة المرحومة فرضت من فوق سبع سماوات عاد بها نبينا صلى الله عليه وسلم لتكون معراجا لكل مؤمن ولكن متى حين تتغلب عليه الدنيا وحين تحيط به الأزمات فيلجأ لربه تبارك وتعالى لكن البعض ضيع هذه الهدية والبعض فرط في هذه الهدية فلما يضيعها الإنسان لما يتهاون عنها الإنسان لما يكسل فيها الإنسان لما يتكاسل عن آدائها وهذه هدية أرسلها ربنا تبارك وتعالى لنا بواسطة نبينا صلى الله عليه وسلم ليقترب العبد من ربه تبارك وتعالى ولذلك الله عز وجل وجه النداء للنبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الشيطان أن يوسوس لك وأن يقترب منك فتغلب عليه بسجودك لله تبارك وتعالى قال ربنا كلا لا تطعه واسجد واقترب فحيث تكون ساجد فأنت قريب من الله عز وجل فأوحى إليه الله إني ناصر فبلغ أيا مختار أمتك البشرى إذا ما أساء العبد سيء بمثلها وإن جاء بالإحسان أعطيته عشرا وإني لغفار لمن تاب مخلصا وأقبل من عبد يسيء لنا العذر إذا قال ربي قد أسأت أقل له وإني يا عبد قد غفرت لك الوزر فاقبلوا هذه الهدية وإذا أحاطت بك الدنيا بهمومها وشهواتها وكروباتها فافزع لربك في ركعتين في جوف الليل بعدما تنتظم في آداء الفرائض تنال القرب من المولى تبارك وتعالى فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وأقرب ما يكون الرب من عبده في جوف الليل أسأل الله عز وجل في عليائه أن يوفقنا جميعا إلى ما يحبه ويرضاه هذا وصل اللهم وسلم وبارك على النبي المصطفى وعلى الحبيب المجتبى وآله والحمد لله رب العالمين سلام الله عليكم ورحمته وبركاته